السلام عليكم مرحبا بالأصدقاء الأكارم قاس تينات دواء الفحم النباتي لطرد الغازات خصيصا الغازات من الجهاز الهضمي وامتصاصها وكذا السموم كيف ذلك وبعد الأسرار عن أدوية الفحم النباتي مما لا يعرفه الكثيرون خصوصا من يتعاطونها مع أدوية أخرى إذن يشتكي الشخص أو السيدة أحيانا من ألم إما أعلى المعدة أو جهة البطن أعلى البطن جهة اليمين أو اليسار أو غير ذلك فيرتعب رعبا شديدا خصوصا أنه مغس قوي خصوصا إن لم يصاحب أصوات إن صاحبته أصوات فيعتقد أنه القلون عندما لا تصاحب أصوات يرتعب هذا الشخص إلى الطبيب وغالبا ما يجد أنه فقط ولا شيء سوى الغازات وانتفاخ القلون لدرجة رهيبة حتى أن القلون يمكن في بعض الأحيان أن يندفع نحو الأضلاع لليمنى ولا اليسرخ الصناقلون الصاعد أو النازل أو المسارد مما يسبب ألما شديدا قد يشبه حتى المرارة في بعض الأحيان إذن الطبيب يصرف له هذا الدواء الذي سوف يقوم بامتصاص الغازات بامتصاص الغازات وطرد السموم وتنظيم عمل الجهاز الهضمي والمساعدة في ذلك إذن ماذا يحدث؟ فعلا هذه الأدوية كانت فتحا عظيما ورائعا في هذا المجال الجاستينات هذا وأيضا توجد هناك أدوية أخرى مثلا كبالونيل وأكربون الشهير من النمسا إذن يصفه الطبيب هذا انظر هنا الوصفة انظر الطبيب هنا وصفة اثنتين قبل الفطور يعني اثنتين قبل الفطور وجبة الافطار بنصف ساعة إلى ثلث ساعة لكن الوقت يكون غير كافي عندما تهبط أقل من ربع ساعة مهم اثنتين نصف ساعة قبل الأكل وهو من أفضل طرق التعامل مع هذا الدواء يمكن في وسط الأكل لكن حسب ما قال الطبيب في وجبة الغداء لا شيء وقبل وجبة العشاء اثنتين كما يمكنك أن ترى هنا ها هو الدواء غاستينات هذا ثمان خمسة سعين درهم المهم صاحبة الصيدلية وهي أستاذة متميزة نعرفها درست في معهد الصيدلة وجدت أن كان لها رأي آخر حتى لماذا الاتيان بهذين الرأيين لكي يكون المشاهد على الطلاع فكل حسب ما وصف له هذا الدواء قوي ولهذا اقترحت نصف ساعة قبل الأكل إذن بقية الأمور هي قبل الأكل لكن يمكنك أن ترى هنا واحدة قبل الإفطار واحدة قبل الغداء واحدة قبل العشاء وذلك بنصف ساعة أو ثلث ساعة فعال جدا عندما يكون قبل الأكل وحتى في وسطه لكن بعد الأكل حسب ما يصف الطبيعة بعد الأكل قليل وقد تكون هناك بعض الإحساس مثلا بالغثيان أو غير ذلك أدوية الفحم النباتي رائعة تطرد الغازات وتمتصها من الجسم وكذا السموم تسهل عملية الهدم جدا لكن يبقى هناك سر لاعرف الكثيرون وهو أنه إن كان الشخص أو السيدة تتناول أدوية أخرى فمن المستحسن أن يكون هذا الدواء بفارق ساعتين مع الدواء الآخر أيًا كان لماذا؟ أدوية الفحم النباتي هي أدوية كما قلنا رائعة فعالة كانت فتحاً عظيماً رائعاً في مجالها إذن ماذا قلنا تفعل؟ تطرد الغازات وتحارب السموم إذن هي أدوية قوية وبالتالي سوف تؤثر على الأدوية الأخرى وقد تحاربها وقد تحيدها إن صح القول وقد تقلل من مفعولها هذا الرأي الكثير من الأطباء بين قوسين وهم أعلموا وأجدروا بأن يقولوا هذا وهم أعلموا بذلك وأكثر خبرة ربما قد لا يتنهى إلى علمهم هذا الأمر لكن الصيدليون والصيدليات بما أنهم درسوا هذه المواد في معاهد الصيدلة فإنهم يلقون لها بال ولا ينسونها ويحاولون ما أمكن إن لم يكن هناك تغيير على وسيط الطبيب أن يقولوا هذا لزبنائهم إذن هذا الدواء بما أنه فعال وقوي فيمكنه أن يؤثر على مفعول الأدوية الأخرى أو على الأقل سوف يقلل من مفعولها هذا إن لم يقضي عليه تماما أتمنى أن تكون قد وصلتكم الفكرة أو وصلت يعني وصل المعنى بما أنه يحارب الغازات والسموم فهو أيضاً سوف يعتبر الدواء الأخر والذي الجسم في حاجة ماسة إليه للتداوي على أنه شيء ضخيل وهكذا وهكذا سوف يجتاح حتى ذلك الدواء وإن لم يقضي عليه تماماً سوف يقلل من مفعوله لهذا السبب ينصح غالبية الصيادلة بأن يكون هذا الدواء ساعتين على الأقل فارق مع أخذ دواء آخر ليس هذا الدواء فقط غاستينات وإنما أيضاً أدوية الفحم النباتي كلها مثلاً بالونيل مشهور ورائع وفعال جداً وأيضاً أوكاربون معروف تلك الأقراص التي هي تستوراد من النمسا هذه هي الكابسولة ما زال هنا ثلاثة ممكنكم أن ترواها هنا في الداخل دواء فعال جداً إذن إن كنت تتناول أدوية أخرى لا تقم بنفسك بهذا الأمر وإنما استشر الطبيب أو الصيدلي حول مسألة جعل هذا الدواء أو أخذه بعيداً عن أي أدوية أخرى بفارق ساعتين لا تقفل هذا الأمر شاوره دواء رائع أو مكمل غداء رائع فعال ممتاز بالصحة والعافية للجميع آمين يا رب إلى اللقاء أيها الأصدقاء الأكارم